الحقيقة يعني الواحد لما يدور إزاي ممكن يحقق ده صعب وإحنا عارفين وكينيسة علمتنا والأباء علمونا أنه قبل السقوط الكبرياء لكن الموضوع صعب ومحتاج تدريب ومحتاج جهاد كبير أنا إزاي ممكن أعمل كده يعني أنا ما عنديش روح للتضاع ودلوقتي أنا بينيه بالنفسي بمنتهى الأمانة في نهاية سنة بحيث فيها نفسي أنا ما عنديش التضاع أعمل إيه عشان أبتدي أقطني الفضيلة دي وما سقطش زي ما الكتاب بيقول فأول حاجة أنا عشان أقدر أعمل ده لازم أبص ربان يسوع المسيح أنا عشان أقدر حقق ده أبص شوف ربنا عمل إيه بعد أن أنا ما بص ربان يسوع المسيح لإله المتجسد يتولد فين في مزوط بقر فأنا ما مر بأي حاجة أو كده كده هو أنا فين بقى هو أنا عملت إيه أنا أصلا عشان أتمثل بسيدة يسوع المسيح دي الحاجة الأولى الحاجة الثانية أشوف كل تعاملات السيد المسيح من كتاب المقدس شوفوا كان بيعمل إيه كان يجولي أصنع خير يشفي مرضى ويكيب موت وكل حد كله وفي الآخر برضو هو إيه الإله المتوضع الإله الحنين الحاجات الثانية حفظ الوصية وأهم من حفظها بقى إيه تنفذها صحيح لو أنا حفظت الوصية بس بس هبقى إيه عارف عندي معلومات عندي علم فهتنفخ فهتكبر ده أنا عارف وعارف 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 إنما لما أحفظ الوصية وجه أنفذها لما أجنفذها ده دي نروح اتضاع إزاي أحب الناس كلها ما إذا لو قدرت أحب الناس كلها هتكبر عليهم إزاي أنا بحبهم ببزل حياتي عن الناس كلها فإزاي هتكبر عليهم هي دي النقطة أنا شايف ربنا سواء مسيح عمل كل حاجة علوة أنا بعمل زيه الحاجة اللي مهمة بعد كده ودي مهمة جدا جدا أحب الناس كلها بلا تمييز السيد مسيح عمل كده لما فدى ما فداش فئة معينة فدى الناس كلها بلا أي تمييز بلا أي حاجة أنا أحب الناس كلها برضو بلا أي تمييز والحاجة الأخيرة بقى اللي مهمة جدا المحاسبة اليومية للنفسي هاجي كل يوم كده وقعد مع نفسي بالليل واشوف حاجة حلوة أو مهمة أوي ساتر ربنا علي على الفكرة الإنسان ساعد بيقف في ضعفات ويقف في قطايا وحاجات صعبة جدا دي محبة ربنا لإنه إحنا نحصل كده عشان أنا أبص النفس كده دي ولاش ساتر كرب أنا كنت بحاجة وحشة قوي فأنا هتطادي على إيه بالعكس أنت كمان مخلي صورتي قدام الناس كتير بتبقى حلوة بينما حياتي استرية بينك وبيني وبينك يا رب يعني فيها دفوهات كتير وفيها حاجات صعبة قوي وأنا مأسطر في حقك ودايما مديني وضعي قدام الناس ودايما مديني نجاح فبدل ما أنسب النجاح دا لنفسي أقوله أشكرك لإنك سترت عليك يا رب نقدر نعمل بالرشتة دي ومع نهاية سنة وبداية سنة جديدة نبصل تسبحة أمنا العدرة وكلما نضعف أو نحس أن روح التكبر بدأت تمسكنا نقول تعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلص بشكر حضرتك جدا على وجودك معينا ونورتنا أستاذ ماجد فايز الخاني بكنيسة القديسة العدرة ماريان بمدينة النور مرة تانية كل سنة حضرتك شكرا شكرا